تصدر محكمة العدل الدولي اليوم قرارها في طالب جنوب إفريقيا بشأن إصدار أمر لإسرائيل بوقف هجومها على رفح الفلسطينية والانسحاب من غزة وذلك في إطار قضية أوسع نطاقا تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية كان فريق دفاع جنوب أفريقيا قد طالب الأسبوع الماضي بفرض إجراءات طارئة توقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل ترجمة نانسي قنقر